عند سقوط الضو على جسم غير شفاف يحدث امتصاص لجزء من الضو وينتشر على شكل طاقة حرارية وينعكس جزء آخر هناك نوعين من أنواع الانعكاس النوع الأول الانعكاس المنتظم إذن النوع الأول هو الانعكاس المنتظم الانعكاس المنتظم يحدث في سطوح الملساة لدينا هنا سطح أملس سطح مرآة إذا كان لدينا شعاع ساقط على سطح المرآة سوف ينعكس في الاتجاه المقابل بنفس الزاوية لو تخيلنا أننا لدينا خط وهمي هذا الخط الوهمي خط عمودي مقام على سطح المرآة فإن زاوية السقوط والذي نسميها ثيتا آي زاوية السقوط ثيتا آي تساوي زاوية الانعكاس ثيتا آر إذن الانعكاس الأول زاوية السقوط ثيتا آي تساوي زاوية الانعكاس ثيتا آر الانعكاس غير المنتظم النوع الثاني الانعكاس غير المنتظم طبعا يحدث الانعكاس غير المنتظم إذا كانت لدينا أسطح غير ملساء مثل سطوح خشنة مثل الجدار أو صفحة الكتاب الأشعة المنعكسة لدينا شعاع ساقط شعاع مناكس أيضا لدينا هنا شعاع ساقط آخر نلاحظ أن الشعاع المنعكس تكون الأشعة المنعكسة في جميع الاتجاهات وبشكل فوضوي لا يمكن رؤية حزمة الضوء في الأشعة المنعكسة على السطح الخشن لأن الأشعة الضوئية المنعكسة تفرقت وتشتتت في جميع الاتجاهات وشكرا